نروح لموضوع تاني من موضوعات التريندينج سواء على تويتر أو من الحاجات الأكثر بحثاً على جوجل لأنه ليه علاقة برجل شديد الاحترام رحل عن عالمنا الشيف أسامة السيد الشيف أسامة الحقيقة بنعزي أنفسنا في رحيله وبنعزي قصرته الكريمة وندعو له بالمخفرة وبالصبر والسلوان لقصرته وإن شاء الله ربنا يسكنه في سيح جناته من هو مختفي بقاله كتير ويمكن ده اللي خلى الناس النهاردة حصل لها نوع من الصدمة لأنه بدأوا يسأله إيه ده فعلاً ده شيف أسامة كان بقاله كتير جداً مش ظاهر لأنه كان فيه صراع مع المرض خلال السنوات الأخيرة هذا الرجل من أكتر الناس المحترمة ويمكن من أوائل الشيفات المتميزين جداً في عملهم وظهوراً على التلفزيون واللي بقى ليه جمهور عريض جداً في مصر وفيه عدد من الدول العربية ولذلك رحيله اليوم كان صدمة لكل محبي ويمكن ستات بيوت كتير كانوا من ثقتهم في وصفاته المتميزة لأنه ليه إصدارات وكتب كثيرة جداً في عالم الطبخ والأكلات فكتب ما شاء الله كانت من الكتب اللي يعني بتباع بشكل كبير جداً مرة تانية بنعز أنفسنا وبنعز قصوته في رحيله لكن واضح أن نشتد المرض خلال الفترة الماضية ولذلك كان آخر ما كتب على صفحته الشخصية على فيسبوك بوشت جزء منه كان بيقول فيه أحبائي رجائي أن تتذكروني في يوم أنا في أمس الحاجة فيه لدعائكم وأنا بين يدي الرحمن تذكروا كل حاجة جميلة وذكرى حلوة خلال رحلتنا سواء شاركتوني بذكراتكم ومواقفكم ولا تنسوني من الدعاء ربنا تغمد ورب وفر رحمته ويسكن فسيح جناته في منزلة النبيين والصدقين والشهداء ويبدل كل سيئاته حسنات بإذن الله